الكبد الكبد من أهم الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان والذي يساعد على منع الأمراض وحماية الإنسان وزيادة منعته حتى تصل أهميته إلى أن توقف قيامه بوظائفه قد يؤدي إلى وفاة الإنسان في وقت قصير والآن هل تعلم مكان وتركيب الكبد؟ وما هي الوظائف التي يتميز بها عن أي عضو آخر داخل الجسم؟ هيا نتعرف على الإجابة سويا الكبد هو أكبر جهاز داخلي وأكبر غدة في جسم الإنسان يقع الكبد في الربع العلوي من الجهة اليمنى لمنطقة البطن وتحديدا أسفل الحجاب الحاجز ويبلغ وزنه الطبيعي بين 1.2 إلى 1.5 كيلو جرام يتكون الكبد من أربعة فصوص إثنان كبيران فص أيمن أكبر من الفص الأيسر وفصان صغيران يسميان بالفص الذيري الكبدي والفص المربعي الكبدي كما يرتبط باثنين من الأوعية الدموية الكبيرة بالشريان الكبدي الذي يحمل الدم الغني بالأكسوجين من الشريان الأورطي وبالوريد البابي الذي يحمل الدم الغني بالمواد الغذائية المهضومة من الجهاز الهضمي بأكمله هذا بالإضافة إلى قناة الصفراء لنقل العصارة اللازمة لعملية الهضم أما عن أهمية الكبد في جسم الإنسان فتتمثل في الوظائف التالية يمثل الكبد المصنع الرئيسي للإنزيمات والمواد الكيميائية في الجسم يقوم بتجديد خلايا الدم الحمراء وتحطيم خلايا الدم الهارمة والتخلص من فضلات الخلايا بطرحها في الأمعاء المساعدة على تدفق الدم إلى الجسم بشكل كفء التخلص من السموم والمواد الضارة من الجسم تنظيم مستوى السكر في الدم وتحويل الزائد منه إلى جيوكلين أي نشا حيواني لتخزينه والاستفادة منه عند الحاجة حماية الجسم من ارتفاع نسبة الأمونيا وذلك بتحويلها إلى يوريا تفرز بالكلا مع البول تصنيع عصارة المرارة الصفراء التي تقوم بتكسير المواد الدهنية التي يحصل عليها الإنسان عن طريق الغذاء وتحويلها إلى كوليسترول تكوين البروتينات التي تعمل على تجلط الدم ومنع النزيف الدموي الطويل مما يساعد في التآم الجروح وشفائها تخزين الحديد وبعض المعادن الأخرى بالإضافة إلى الفيتامينات المهمة في الجسم ومنها فيتامين ألف باء دال هاء باء 12 وغيرها لحين الحاجة إليها في العمليات الحيوية المختلفة تخزين الدم في الجسم حيث يستطيع تخزين حوالي 1500 مكعب من الدم إمداد الجسم بالطاقة فقد يصاب الإنسان بالإغماء نتيجة لعدم قدرة الكبد على إمداده بالطاقة الكافية ترجمة نانسي قنقر